ملاعب أسوأ من المستنقعات الطينية نفسها انسحاب للأندية وهروب لللاعبين وفساد يدفع برؤساء أندية للاستقالة هذه أحدث فضائح دوري الأسد لكرة القدم أبرزها هروب لاعب نادي الفتوة التريندادي ماركوس جوزيف خارج سوريا وانسحاب نادي الحرية من الدوري لسبب الأخطاء التحكيمية إضافة إلى استقالة رئيس نادي الوحدة ماهر السيد من منصبه لضغوطات نفسية ومالية وشخصية ولما يتعرض له من حرب تحاك وفق وصفه في الغرف السوداء المظلمة هذه الفضائح وغيرها فجرت موجة من السخرية والاستياء في أوساط الموالين ليتساءل بعضهم عن سر نجاح الرياضة في مدينة إدلب وما تشهده من زخم وتنظيم ومنافسات وهي المفترض أنها منطقة إرهابية كما يروج النظام بينما تحتضر في إمبراطورية الأسد الذي يصدر نفسه راعيا للرياضة وأنت؟ كيف تقيم الفارق بين دوري الأسد والدوري الحر في مدينة إدلب؟ ترجمة نانسي قنقر